معنا على الهاتف دلوقتي البرتغالي الكبير رانيلو بنجادا المدير الفني الاتحاد المصري لكرة القدم نسأله عن رأيه في مواجهة اليوم مواجهة المنتخب المصري والمنتخب السوداني يا فنم صباح الخير مش هرى فون نور مرحبا سعيد لأكون معكم على الهواء اليوم أكيد هستألك بشكل عام عن رأيك في أداء منتخبنا الوطني في البطولة حتى الآن بس خليها نبدأ من الآخر نبدأ بمواجهة السودان اليوم شفت المباراة زي النهاردة ورأيك في أداء منتخبنا فيها الجميع يعلموا ما حدث في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كان هناك في المباراة ثانية كانت هناك انتصار على غينيا بيساو واليوم كان هناك أيضا انتصار وحصلنا على ثلاثة نقاط وانتقلنا للدورة السادس عشر وبالطبع نتمنى للعبين أن يؤدوا بناء على تنظيم السيد كيروش ويمكن أن نقول أن الأوقات الأخيرة من المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لفريق المصري لأن اللعبين كانوا في حاجة إلى إحراز الهدف الثاني ولكن بشكل عام تم تحقيق الهدف ووصلنا للمركز الثاني وكان هناك أداء جيدا والشيء الأهم أن الفريق لديه أسبوع لكي يتعافى وأنا متأكد من أن الجولة الثانية سوف تكون أفضل كثيرا انتقادات كبيرة لكيروش على أداء منتخبنا الوطني خلال البطولة تحديدا في المباراة الأولى والمباراة الثانية وحتى في المباراة الثالثة يتحدثون عن الموديل الفني للاتحاد المصري الكورد القدم هل له صلاحية أنه يتحدث مع كيروش في أي أمور فنية لمنتخب مصر ولا ملوش هذه الصلاحيات رأيك أصلا في أداء كيروش مع منتخبنا الوطني حتى لا تعلموا أن الكابتن كيروش رجل معروف لكل من يمرسون قرة القدم وبالتالي هناك ما يمكن أن يكون أكثر من الكلام أن يقول له واجب أن أدعم أي كابتن يكون بتدريب فالك القومي ومنح كل الفرص الآن علينا أن نفكر في الخطوة التالية وأن نكون متحدين وأن يكون هناك فرصة لأداء أفضل في الفترة القادمة في المجموعات الأخرى هناك مباراة أخرى لنجيريوم وكما تعلم كان هناك بعض الصعوبات وأيضا هذا يعني أن الفرق هذه الفرق لم تعد ضعيفة كما كان في الماضي وبالتالي فإن هناك الكثير من المفجأات في هذه البطولة وكانت هناك العديد من المفجأات الجيدة كما تعلموا فإن كرة القدم كل شيء متوقعا فيها وبالتالي أنا متأكد وأنا أثق في كل اللاعبين وأعلمهم كلهم بشكل جيد ويجب أن نكون صابورين وأن ندعمهم وأن نتطلع للدورة القادمة من الحاجات المهمة جدا هي أداء اللاعبين أو كثير من اللاعبين في هذه البطولة تحديدا الجماهير تركز على مستوى محمد صلاح لاعب عالمي لاعب كبير رأيك في مستوى محمد صلاح في البطولة حتى الآن يجب أن نتحدث عن الفريق بشكل عام لأن هناك الكثير من اللاعبين في الفريق ولنركز على لاعب واحد أغلب اللاعبين في الفريق القبرى يعدون بشكل جيد ومن الطبيعة أن يكون هناك بعض الصعوبات التي تواجه اللاعبين واللاعب في أوروبا يختلف عن اللاعب في أفريقيا فيما يتعلق بالتكتيكات وهذه الفرق كما قلت مختلفة عن الفرق الأوروبية والفرق الموجودة في هذه البطولة ليست فرق ضعيفة ولكن أنا أعتقد أنه حتى الآن فإننا نعتقد أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين ونتوقع ونأمل أن يؤدي أداء أفضل في المباريات القادمة هو لعب عظيم وهو كابتن الفريق ويعتبر من أفضل اللاعبين في العالم ونحن ندعمه وندعم الفريق القومي المصري يتحدث الناس عن جيل حالي لمنتخم مصر بما أقل من أجيال سابقة يتحدثون أيضا عن المدير الفني للاتحاد المصري لقوة القدم نيلو فينجادا ما هو دوره لخلق أو تكوين جيل جديد لمنتخم مصر في السنوات القادمة بشكل مباشر وبشكل واضح يسألون عن دور نيلو فينجادا مع الاتحاد المصري لقوة القدم تعلموا أننا في الاتحاد ونحن نتحدث عن الفرق القومية وعن الأنديا أيضا فيما يتعلق بالأجيال الجديدة فإننا نعمل على تشكيلها وتشكيل الفرق في الأنديا الأخرى وهذا أمر منطقي وهناك علاقة منطقية نحن هناك عمل يتم منذ 15 عاما ونحن نحاول أن نطور الأداء ولكن يجب أن يكون هناك دعما ونحاول أن يكون أدائنا منطقيا وننتقل إلى مراحل أخرى لأنهوض بالفرق والعمل مستمر بناء على المنطق بالطبع أنا أعتقد أن جيلنا الجيل الذي كان موجود في عام 2006 كان يؤدي أداءا رائعا فيما تعلق بالمبارات الإفريقية وأيضا الكيل الذي كان يلعب في 2003 وكان هناك كيل ألف وواحد وكانوا اللاعبون في سنة صغيرة جدا لكنهم كانوا رائعين لذا فإننا ندعم ونساعد كل ما يؤدي إلى تحسين أداء اللاعبين ونستطيع أن نقدم دعما وهذا وهذا لتحقيق النجاح المأمول لجيل الشباب من اللاعبين على المستوى الإفريقي وعلى مستوى المنافسات الدولية وبالنسبة لي الأمر مثير جدا للاهتمام لأن لدينا الفريق الأول ولدينا بيانات كثيرة ونتطلع إلى إيجاد حول وإيجاد المزيد من اللاعبين والجميع الآن يتطلع إلى الفريق القومي هذا الحديث العام محفز جدا وشايق ويخلينا متفقلين بس لو سألتك بشكل مباشر خلال الشهور القليلة المضاية اللي توليت فيها المدير الفني للاتحاد المصري لقوات القدم إيه هي الإنجازات أو النجاحات اللي تقدر تنسبها لنفسك وقدرت تنجح فيها خلال الفترة المضاية إيه هي الأشياء اللي ممكن نقول دي خطوات جيدة وإيجابية عملها نيلو في إنجادة مع الاتحاد المصري بصفته المدير الفني للاتحاد المصري لقوات القدم خلال الفترة الماضية نحن نتحدث عن فترة ستة أشهر ونحن نعمل داخل الاتحاد على خلق أجيال جديدة من اللاعبين ودعم الفريق القومي وبصفة خاصة الشباب والآن لدينا لدينا مدرب ويستطيع من خلاله أي لاعب أن ينضم للفريق القومي ولدينا كل المجتويات المتاحة وبالتالي يمكن أن يكون الفريق مؤهلا لخوض المنفسات القادمة ونعمل أيضا على تطوير وخلق فرق جيدة وخلق أجيال جديدة من اللاعبين وتجهيز الفرق المصرية حتى تستطيع المنافسة في كل المنافسات وأعتقد أن هذا أمر هام جدا لأن نجعل الفريق القومي فريقا كبيرا وأن نطور من أدائه باعتبر الفريق الأول وهناك يجب أيضا أن نعتمد على هذا الفريق الأول وأيضا بنفس المنطق فإننا نقوم بالكثير من العمل ونستطيع أن لدينا الفريق القومي الذي يتأهل لدورة 16 ونحن نتواصل مع الكاف لتنظيم ودعم المدربين الخاصين بنا وهذا يمكن أن يتم من خلال الاتحاد ومن خلال الترخيص التي يمنح الاتحاد تعلم أن عملنا ليس لديه حدود زمنية كل يوم يتم لدينا اتصالات وتعاملات مع المدربين ومع المدربين الفنيين ولا يمكن وضع حدود زمنية محددة تعلم أن كرة القدم لا يمكن وضع حدود زمنية محددة لها ولكن نتطلع دائما للمستقبل هل حصل بينك وبين المجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الجديد جلسة لتأكيد بقاءك واستمرارك في منصبك ولا الأمور كيف تسير انظر تم انتخاب المجلس الجديد وانتقيت مع بعض أضاء مجلس الإدارة ومع سيد بركات ونقشنا الكثير من الأمور ونحن مستمرين في دعم الفرق المختلفة لكي تلعب وتشارك في المنافسات المختلفة والدوريات العالمية وليس هدفنا فقط المشاركة أو الفوز ولكن منح قدرات جديدة للعبين إذن الأمور مستمرة ودائما على تواصل معضاء مجلس الإدارة وأحاول أن أقدم الأفضل وأنا لا أعمل بشكل منفرد هناك من يعملون معي ومن يدعمونني وأنا أدعمهم ولكن تعلموا أنا هنا لكي أبزل قسارة جهدي وأقدم أفضل ما لدي هذا في كل وقت وفي كل يوم سعيد أخير لك ماذا تتوقع لمصر في هذه البطولة ماذا تتوقع لمشوار مصر في كعس العلم الأفريقية هل نتفائل ولا زي البعض المتشائم شوية من المستوى التي قدمناها تعلموا أنا أعلم المدرب الفريق المصري وأعلم أن الشعب المصري أحيانا يكون متفائلين وأحيانا ويتسوما يتحولوا للتشاهم في ثانية واحدة ولكن بالنسبة لي فيما يتعلق بهذه المنافسة فإننا بالطبع نستطيع أن نؤدي بشكل أفضل ونتطلع لقدرات وتنمية قدرات لعبنا ويمكن أن نتوقع أن تتطور الأمور للأفضل وأنا متفائل جدا من وكهة نظري وأعتقد أننا نستطيع لدينا لعبين لديهم قدرات جيدة ولدينا فريق لديهم أداء رائع ولدينا اتصالات جيدة لذا فأنا أعتقد أنه في المباريات القادمة في دورة الستاشر سوف نقاتل لكي نفوز وكما قلت من قبل فإننا أننا يمكن في المباريات القادمة أن نصحح مواضعنا وأن تتغير الأمور ولا يمكن الحكم من خلال مباراة واحدة وأعتقد أن فريقنا سيكون أفضل البرتغالي نيروف بن جادا المدير الفني الاتحاد المصر القادمة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المطولة كاية مداخلة في منتهى الأهمية ورد فيها بن جادا على كل الاستفسارات والأسئلة أنا بشكرك شكرا جزيلا طيب أنا كنت عايز أسأل السؤال ده بن جادا من بدري بصراحة مجدبش عليكم يعني أنه السؤال بشكل واضح أنت عملت إيه خلال الفترة الماضية مع الاتحاد المصري القادمة القادمة تحدث بشكل عام وتحدث عن تطوير المنتخبات تحدث عن تطوير المسابقات والفرق وده بالمناسبة الدور اللي المفهود يعمله المدير الفني الاتحاد المصري القادمة المهم يكون بيتعامل والمهم أنه يكون معاه الأليات اللي يقدر يعمل بيها ده خدوا بالكو إحنا عندنا دايما هاجس من فجرة الأجنبي يعني لما يجي مدير فني أجنبي الاتحاد المصري القادمة ليه ما إحنا عندنا مصريين إنت ليه جاي بواحد أجنبي أنا فهم أن إنت ممكن تجي مدرب أجنبي وحتى دي سعب يبقى عليها انتقادات وهات مدرب مصري وخلاص بس لو الراجل فعلا بيعمل إضافة أهلا وسهلا الإضافة دي لما يبقى عندك مدير فني الاتحاد المصري القادمة الإضافة دي ما بتحصلش فعلا من يوم وليلة ولا شهر ولا شهرين هي بتحصل يعني أنت بتبني أنت بتعمل سيستم الناس تشتغل عليه كلها السيستم ده نتائجه ممكن تظهر بعد سنة سنتين تلاتة عشرة كمان المهم أن يكون فيه شغل والمهم أن يكون فيه رقابة على شغله والمهم أن يكون عايز فعلا نضيف ليه الكرة المصرية ما عنديش أبدا فكرة الهاجس بتاعه ليه أجنبي مش مصري لا لو أجنبي هيفيد أهلا وسهلا لو مش هيفيد يبقى بلاش يجيب مصري يعني عشان بس فيه ناس سأتقول لك إيه هو فين جدا بيعمل إيه مع منتخب مصري يعني شايف التشكيل وحش ما تدخلش ليه لا هو مش دوره على فكرة خالص مدير فني الاتحاد المصري قد قدم هو مش دوره يروح للمنتخب أو المدير فني المنتخب لأي منتخب ويقول له لا التشكيل ده مش حالو أعمل التشكيل فلان ده يبقى غلط أصلا يعني عمل كده ده يبقى تجاوز وحاجة غلط هو بيحط سياسات عامة للكرة المصرية يقدمها الاتحاد الكرة من الأمور الفنية بسفة الموديل الفني والتحاد الكرة يطبق هذه الأفكار على الأندية على المنتخبات على المسابقات ده دور بتاع المدير فني الاتحاد الكرة